استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لأعلى حاكم الشارقة وبحضوري سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة جمع المهنيين الذين قدموا لاستلام على سموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك في قصر البديع العامر وتقبل صاحب السمو حاكم الشارق التهاني بهذه المناسبة الدينية المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد العزيزة على قلوب المسلمين راجينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات